أولى نشرتنا الإخبارية من القناة الوطنية الأولى والبداية بالعنوين تسليم بطاقات سحب إلكترونية للتلاميذ والطلبة عن 21 عائلة من شهداء المؤسسة العسكرية في إطار مسار متواصل ومتكامل يوفر الإحاطة الاجتماعية والمادية لهؤلاء العائلات مشروع تزويد عدد من المدن في ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي المعطل ينتظره الأهالي والصلة المعنية الجهوية تتعهد باستكمال المشروع في أقرب وقت ودخوله حيز الاستغلال لدفع عجلة التنمية وخلق مناخ ملائم للاستثمار عشرات الشهداء والجرحى في تواصل القصف الصاروخي والمدفعية الهمجي للكيان الغاصب بمناطق مختلفة من قطاع غزة ووزير الخارجي الأمريكي يؤكد دعم واشنطن تدبير ملموسة لإقامة دولة فلسطين أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الظهر تم اليوم تسليم بطاقات سحب إلكترونية للتلاميذ والطلب من أبناء شهداء المؤسسة العسكرية بإشراف ومتابعة من المؤسستين الأمنية والعسكرية وبالتنسيق مع مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلية والدوانة وبأول الحق من شهداء الثورة وجرحها أماني طرهوني والربرتاج التالي اعترافا بالجميل شهداء الوطن من أبناء المؤسسة العسكرية ممن نذروا أرواحهم كي تعيش تونس حرة أبية وفي بادرة تجسد وفاء تونس لأبنائها تم اليوم تسليم بطاقات سحب إلكترونية للتلاميذ والطلب عن 21 عائلة من شهداء المؤسسة العسكرية وقد أكد وزير الدفاع الوطني بهذه المناسبة أن هذه البادرة تأتي تجسيدا لخيارات القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإحاطة بعائلات الشهداء تجسيدا لخيار السيد الرئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة للإحاطة الاجتماعية والمادية والمعنوية بعائلات شهداء الوطن وبالتحديد شهداء المؤسسة العسكرية بالنسبة لهذا اليوم شهداء المؤسسة العسكرية الذين نظروا أرواحهم كي تبقى تونس مستقرة آمنة فمن أبسط الواجبات ومن أوكدها أن تكون تونس وفية لهم كما كانوا أوفياء لها وفية لعائلاتهم وفية لأبنائهم في الإحاطة الاجتماعية والمادية ومواصلة نصارهم التربوي سواء بالنسبة لأبناء التلامذة في المدارس أو في الجامعات إحاطة مادية لعائلات شهداء المؤسسة العسكرية كانت قد سبقتها مثيلتها لأبناء المؤسسة الأمنية في إطار مسار متواصل ومتكامل يوفر الإحاطة الاجتماعية والمادية لهذه العائلات بطاقات تتضمن منح مدرسية وجامعية تتراوح قيمتها بين 880 دينار و3300 دينار سنويا وثم الموضوع الثاني وأنه اليوم في إطار متابعة المسار الدراسي للأبناء لأنه بمقتضى المرسوم نتابع المسار الدراسي نهتم بالأبناء هذوم أبناء تونس هذوم أبنائنا واليوم أحنا أقل واجب وقموا به أن نحيطوا بالأبناء هذوم هذا مسار متواصل كل تقريبا كل العائلات تبقى موردة بالمرسوم تم تسليمها البطاقات متاحة بالتالي اليوم اللقاء كان في إطار المؤسسة العسكرية ومعناها اللي قدمت يعني عدد من الشهداء واللي عندها جرحة من العمليات الإرهابية وهذوم كما تعرف المرسوم يعني أوكل مهمة الإحاطة بيهم ورعايتهم إلى مؤسسة في داو ولكن فيه تنصيق وتكامل تامع هي بقية هيكل الدول بادرة الناس تتدعم وتتواصل بإشراف ومتابعة بين المؤسستين الأمنية والعسكرية ومؤسسة في دا للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها والتي كانت قد بعثت في جوان 2022 للاعتناء بأسر عائلات الشهداء ووفاء واعتراف بالجميل لأبناء تونس تتواصل التساقطات المطرية بعدد من الولايات لأنها تبقى كميات محدودة لا تكفي حاجيات البلاد وضع قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي إنه يجعل الشح المائي متواصل في تونس التفاصيل في التقرير التالي لجميل سوالح محمد رغم طهت لكميات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد فإن تونس ما تزال في عتبة الشح المائي وفق ما أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي نحن نعالج هذا الموضوع ونتعامل معه في ذل وضع خاص موجود في العالم العربي وفي تونس خاصة على مستوى كل ما هو إنعكاسات تغير المناخ وبالأساس أود أن أؤكد على الشح المائي الموجود حاليا ولو أنه والحمد لله سجلنا سقوط بعض الأمطار إلا أنه وجب تثمين كل قطرة من هذه المياه سواء كان على مستوى كل ما هو مياه جرب أو كل ما هو استغلال فلاحي للمياه نحن إذا تحدثنا عن المياه نتحدث على الأمن الغذائي سواء كان للعالم العربي أو لتونس بصفة خاصة وعلى هامش إشرفته على المنطقة حول تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع الأسمد الكيميائية أكد وزير الفلاحة على أهمية استغلال الذكاء الاصطناعي في حوكمة استغلال المياه لضمان تحقيق الأمن الغذائي الموضوع يتعلق بالأساس بكل ما هو أمن غذائي في ذل الشح المائي وبالتالي كيفية استغلال كل هذه المياه مع الاقتصاد التام فيها لتوفير كل ما هو أمن غذائي وبالتالي هذا يجرنا إلى حوكمة استغلال هذه المياه باستغلال كل ما هو ذكاء الصناعي وفي ظل بلوغ معدل امتلاء السدود في كامل أنحاء البلاد 27% من قدراتها وتراجع مخزونات المياه بنسبة تقارب 30% وفق ما كشف مرصد الفلاحة تبقى الأمال معلقة على تواصل التساقطات المطارية لتعزيز المخزونات كما يبقى العمل على الاستفادة من الأمطار وحصر وارداتها وخلق بدائلة تضمن تعبئة السدود من خلال فوائد المعبئة منها إلى جانب تحلية مياه البحر ضروري لمجابهة الشح المائي إذن تتواصل الأجواء الشتوية في تونس فالتقس اليوم بارد وتم تسجيل ظهور أجليدة بالمناطق الغربية في الصباحة وسما تكون أحيانا كثيفة السحب بالشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة بمناطق أقصى الشمال وسحب عابرة بالجنوب وتهب الريح جنوبية غربية قوية نسبيا من 20 إلى 40 كم في الساعة قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 10 إلى 20 كم في الساعة داخل البلاد كما تتجاوز مؤقتا 60 كم في الساعة في شكل هبات بالمرتفعات الغربية أما البحر فيكون مضطربا وتتراوح درجات الحرارة بين 7 و 12 درجة بالشمال والمناطق الغربية وبين 13 و 18 درجة ببقيات المناطق مشروع تزويد مدن ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي لا يزال يواجه تعطيلات كبيرة تسعى مختلف الجهات المعنية إلى معالجتها واستأنف الأشغال في أقرب الأجالة مشروع تنهز كلفته الجملية 40 مليون دينار ويأمل الأهالي أن يضع هذا المشروع حدا لمعاناة البحث عن قوارير الغاز سيما في فصل الشتاء منال بطايع والربرتاج التالي تزويد مدن سيدي بوزيد والسودا وجلما وصبيطلا وحجب العيون بالغاز الطبيعي مشروع طال أمده بسبب بطء نسق الأشغال خاصة وأن الإذن بانطلاقها كان عام 18 و 2000 وضع كبير في الأشغال مما استدعى إلى عقد جلسة على مستوى الولاية لأنه وقتا نحكو على جوليا نحكو على أكتوبر 2022 من المفروض حاليا أنه على الأقل مدينة جلمة تكون مزودة بالغاز الطبيعي ومدينة سيدي بوزيد تكون معناها قابق أو سيني أو أدنى هناك وعد من قبل الشركة تونسية الكهرباء الغاز والمقاوليون بأنه في ظرف أربعة أشهر ستم تزويد مدينة جلمة بالغاز الطبيعي تعطيلات كثيرة حامت حول هذا المشروع وحالت دون تقدمه بالشكل المطلوب مما جعل المواطن يتذمر بسبب عدم استكمال الأشغال في الآجال المحددة تبارش مرات تصير أن هذه التأخرات نبقوا حتى في دبوز غاز نبقوا حبسين نحن ماذا بينا يدخلون للغاز للمتسكنين ولا المناطق الصناعية عادنا يجي أربعة ولا خمسة في سيدي بوزيد بحكم المشروع نحس فيه تعطل شوية بمدة معناها متاع عامين ثلاثة مطبات في مع المسائل العقارية مع بعض المواطنين سواء في جهة جلمة أو في جهة سيدي بوزيد لكن وقعت حلحلت بتدخلات وبجلسات متتالية وقعت حلحلت معناها هذه المشاكل ومعناها تخفيضها شيئا فشيئا أنا واحد من الناس معناها من الناس اللي ساهمت وتركت المجال معناها حتى في مزرعتي بش يمروا بالغاز الطبيعي لما ندركه من أهمية قصوى لأنه طبقا الغاز هو الطاقة الجذابة وتابعت السلطة الجهوية بسيدي بوزيد مؤخرا هذا المشروع من خلال الوقوف على مدى تقدم الأشغال وتحديد الأسباب الحقيقية وراء تعطله كذلك تحديد المكونات التي تم إنجازها على غرار محطة كشت أمبوبا الغاز وتخفيض ضغط الغاز بأم العظام التي ستزود مدن سيدي بوزيد والسوداء وأم العظام وكذلك مشروعي منصة أسواق الوسط والمنطقة الصناعية بأم العظام بالغاز الطبيعي للوقت الحاضر إن شاء الله استبشرنا وراجة برشة خدمة من المحاسنة بتاع الربط الغاز لدينا منطقة صناعية كاملة بتستفد منه كذلك عندنا الضغط العالي على ببيز الغاز في وقت الضروة متاعشته ساعات أنه ما نلقوش ممكن نحل إن مشكلتنا هو دخول مشروع الغاز الطبيعي حيز الاستغلال مطلب ملح لما له من أهمية قصوى على مستوى التنمية الجهوية كذلك لخلق مناخ ملائم للاستثمار وجلب عدد من المشاريع الكبرى للجهة بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نفذ عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتونس وذلك تزامنا مع مثول الصحفي زياد الهاني أمام القضاء بعد أن تم الإبقاء عليه في حالة احتفاظ على خلفية تصريح أعلامي أدل به بخصوص وزيرة التجارة هذا وطلب الصحفيون بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني وبقية الصحفيين الموقوفين خليفة الجاسمي وشاذ الحاج مبارك إلى جانب مطالبة الدولة بتطبيق المرسوم 115 المتعلق بإحالة الصحفيين على القضاء كما دعت نقابة الصحفيين في وقت سابق الصحفيات والصحفيين بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية بارتداء إشارة الحمراء بمقرات عملهم طيلة هذا اليوم نجد أنفسنا للأسف الشديد مرة أخرى نطالب بالمرسوم 115 ولن نمل بالمطالبة بتطبيق المرسوم 115 ونسون مارس حقنا كمواطنين توانسا وكقطاع صحافة في الدفاع لمنظورين وفي الدفاع لقيمة الحرية كقيمة اليوم هناك استسهال لهذه القيمة من طرف الأجهزة القضائية وضرب لهذه القيمة من طرف الأجهزة القضائية كل ما في الأمر انقلبت الأدوار فأصبحنا نطالب الدولة بتطبيق القانون في تطورات الأوضاع في قطاع غزة استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع خلال الساعات الأخيرة يتزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية تشهدها المنطقة في ذلي جولة وزير الخارجية الأمريكية وقمة العقبة المرتقبة اليوم تطورات الملف في تقرير ليليا ذكار الكيان المحتل الذي تحكمه نزعة انتقامية لا تعرف حدود لم يتوقف عن استخدام آلياته الحربية ضد المدنيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه وحتى في الأماكن التي ادعى أنها آمنة ولأنه لا عهد ولا ميثاق لديه فلا عجب أن نرى مثل هذه المشاهد في مدينة رفع في أقصى جنوب القطاع والتي تعد آمنة بحسب توصيف المحتل وهو ما حدى بأكثر من مليون شخص إلى النزوح إليها وها هي المدينة تتعرض لضربات متزايدة آخرها جد مساء أمس حيث قصف الكيان الغاشم منزلا مأهولا بالسكان ما أدى إلى استشهاد 15 شخصا على الأقل وإصابة آخرين حسب مصادر طبية كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف مكسف المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خانيونس جنوب القطاع وسقط عشرات الشهداء والجرحة معظمهم نازحون من مدينة غزة وشمال القطاع وتجدد قصف مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع حيث استشهد عشرون فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن أما بالظفة الغربية التي تشهد تصعيدا لافتا فقد انسحب المحتل من مدينة جنين بعد حملة اعتقالات واسعة وعمليات اقتحام وتجريف للشوارع والبنى التحتية للمدينة في ظل هذه الأوضاع تتحرك الإدارة الأمريكية للحيلولة دون تسع دائرة الصراع في المنطقة وبعثت بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة حيث يقوم هناك بجولة خلال هذا الأسبوع للمرة الرابعة إلى شرق الأوسط منذ طوفان الأقصى جولة التقى خلالها اليوم في رمالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات الأوضاع في غزة والضفة ويأتي هذا اللقاء بعد حديث بلينكين أمس عن الضغط على الكيان المحتل لترحي مصار لإقامة دولة فلسطينية في المقابل صرح بأن الإدارة الأمريكية تسعى إلى بحث مسؤولية السلطة الفلسطينية عن إصلاح نفسها وتحسين نهج الحكم حسب قوله استعدادا لحكم غزة بعد الحرب تزامنا مع جولة بلينكين يجتمع في وقت لاحق اليوم في مدينة العقبة الأردنية الملك الأردني عبدالله الثاني ورئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس قمة ثلاثية هي الأولى لهم منذ الحرب على غزة وضمن أولوياتها سبل الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطع التوتر على الحدود اللبنانية في تصعد مستمر والمواجهات العسكرية بين حزب الله والجيش الصهيوني تتجدد من وقت إلى آخر منذ اندلاع عملية تفان الأقصى وقد أكد مصدر عسكري لبنانية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا جنوب لبنان بغارة مسيرة أصفرت عن سقوط وجرح عدد من عناصر حزب الله اللبنانية أعلنت قوات أمريكية وبريطانية أنها أسقطت ساروخا وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون المتمركزون في اليمن أمس على جنوب البحر الأحمر در الظاوي والتقرير التالي في هجوم هو السادس والعشرون الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية حسب ما أعلنته القيادة المركزية للجيش الأمريكي والتي قالت أن قوات تابعة لها وبريطانيا أسقطت 21 طائرة مسيرة وساروخا أطلقته جماعة الحوثي أمس على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات البحرية الدولية في الأثناء لم تر التقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية وتأتي هذه الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر والتي صعد الحوثيون من وطيرتها احتجاجا على العدوان الصهيوني في قطاع غزة حسب ما صرح به قياديون حوثيون وقد تعهدوا بمؤصلة الهجمات إلى أن تتوقف الحرب والعدوان المكثف في القطاع هذا وقد أوقفت شركات شحن مختلفة عملياتها في البحر الأحمر وحولتها بدلا من ذلك إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا وفي ظل هذه التطورات المتتالية أفادت مصادر أعلامية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية ويطالبهم بالوقف الفوري لجميع ضربات التي تعرقل تجارة العالمية هذا وقد أصدرت الولايات المتحدة وإحدى عشرة دولة أوروبية وأسيوية بيانا مشتركا حذرت فيه الحوثيين من مغبة استمرار هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر اجتاحت موجة برد قاسية بلغت مستويات غير مسبوقة أنحاء من أوروبا والولايات المتحدة تسببت في تعطل الحياة اليومية للمواطنين تفاصيل أكثر في التقرير التالي لليلة دبيش موجة برد قطبية قادمة من روسيا والمنطقة الأسكندينفية تجتح أنحاء أوروبا ما دفع عديد الدول إلى الرفع من درجته تأهبها وأعدت خططا للطوارئ ففي شمال القارة العجوز سجلت في الأيام القليلة الماضية مستوى قياسي في برودة تقس تدنت إلى مستوى 43.6 تحت الصفر في شمال السويد وهي الأدنى منذ 25 عاما وفي إسطنيا انخفضت الحرارة إلى مدولا 25 درجة فيما وصلت موجة السقيع إلى ذروتها في فرنسا ما دفعت السلطات إلى تمديد ساعات العمل في الملاجئ لاستقبل الأشخاص الذين يعيشون دون مأوى وعطلت الثلوج المتساقطة بكثافة الطرقات في العديد من المدن الفرنسية وعطلت الحياة اليومية للمواطنين وظلت كاسحات الجليدة تعمل على مدار اليوم دون انقطاع لتخفيف العزلة عن عديد المناطق في البلاد حيث سجلت أعداد كبيرة من حوادث الطرقات في وقت وضعت في هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ما يقرب من خمسين منطقة في حالة انذار قصوى وبحسب علماء المناخة فإن موجة البرد الحالية غير مسبوقة منذ ست سنوات كما شهدت دول في أوروبا الغربية حدوث فيضانات عارمة دفعت حكوماتها إلى غلق الجسور وتعريق سفارة القطارات والرحالات الجوية وهي إجراءة تسببت في تعطل حركة المواطنين في ظل تحذيرات لمستعمل الطرقات ورفقت موجة السقية مخاوفة من نقص الغاز في أوروبا وارتفاع الأسعار حيث تنامت الحاجة إلى تدفئة في القارة العجوزة ما أدى لتزايد الطلب على الوقود خاصة الغاز وفي الجزء الآخر من الكوكب اشتاح تقص شتوي قارس معظم أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية أمس وذكر تقارير من السلطات المحلية أن الريح عاتية وبعض العاصير اشتاحت مناطق بجنوب الولايات المتحدة حيث لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في ألباما ونورث كارولينة وجورجيا ويأتي التقص القارس في عقابي عدد قياسي من الكوارث شهدتها الولايات المتحدة كبادتها خسائر بمليارات دولارات العام الماضي في أخبار رياضة يخوذ المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عشية اليوم مواجهته الدولية الودية الثانية استعدادا لخوض نهائية كأس أمم إفريقيا الكوديفورا وذلك أمام منتخب الرأس الأخضر مواجهة ستكون أمام مدارج خالية وغير منقولة تلفزيا بقرار من الإطار الفني للمنتخب وكان المنتخب التونسي قد تعادل دون أهداف السبت الماضي في اللقاء الودية الذي جمعه بضيفه منتخب موريطانيا وبالرياضة نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري مشاهدين الكرام ونذكركم بعنوينه تسليم بطاقات سحب إلكترونية للتلاميذ والطلب عن 21 عائلة من شهداء المؤسسة العسكرية في إطار مسار متواصل ومتكامل يوفر الإحاطة الاجتماعية والمادية لهؤلاء العائلات مشروع تزويد عدد من المدن في ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي المعطل ينتظره الأهلي والصلة المعنية الجهوية تتعهد باستكمال المشروع في أقرب وقت ودخوله حيز الاستغلال لدفع عجلة التنمية وخلق مناخ ملائم للاستثمار عشرات الشهداء والجرحى في تواصل القصف الصاروخي والمدفعي الهمجي للكيان الغاصب بمناطق مختلفة من قطاع غزة ووزير الخارجي الأمريكي يؤكد دعم واشنطن تدبير ملموسة لإقامة دولة فلسطين ويمكنكم متابعة نشرتنا الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجودية على الشاشة شكرا على المتابعة مشاهدين الكرام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة